بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا أما بعد فانطلاقا من الأخلاق التي جاء بها الإسلام انطلاقا من خلق الرحمة وانطلاقا من منظومة التيسير التي هي لب الإسلام وهي عنوانه انطلاقا من ذلك كله نجد منظومة تشريعية هي منظومة العقود هذه المنظومة هي مغلفة بالأخلاق الأخلاق متغلغلة فيها ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله رجلا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتضى فهو صلى الله عليه وسلم يوجه المتعاملين بعقد البيع ويوجه المتقاضين إلى أن تكون الأخلاق مهيمنة على كل منهم ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجهنا في منطق آخر وفي حال أخرى من التقاضي ويقول لنا بأن الحكم الذي يصدر من القاضي هو لا يغير من حقيقة الأمور وإنما ما كان حلالا قبل الحكم يبقى حلالا وما كان حراما قبل الحكم يبقى حراما ولو أن أسليب المدعين وأسليب المتخاضين ربما تلعب دورا في تغيير الحقيقة في أدلة الإثبات أمام القاضي ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أختطع له به قطعة من النار إلى هذا الحد الذي ينبغي أن نسير عليه نحن في كل شأننا وفي شأن المعاملات بصفة خاصة ولذلك تأتي هذه المنظومة العقدية التي يحتاجها المجتمع لكي يتحرك في بنائه وفي عمرانه وفي حياته اليومية يتحرك بأريحية ويتحرك دون ظلم ويتحرك بمنطق الأخلاق فالأخلاق تلازمه وتتحرك معه في تصرفاته كلها في بيعه وشرائه في إيجارته في وكالته في عقد الوكالة في عقد الوديعة كل هذه العقود المتكاملة هي في الحقيقة مغلفة بهذا الجانب الأخلاقي لا يمكن أن تفصل عنه ولذلك وجدنا العلماء وهم يتكلمون على العقود يضعون منظومة من الشروط هذه المنظومة من الشروط هي ضابطة لحركة العقد بحيث إن العقد الفلاني الذي وضعه الشرع الشريف لما ننظر إليه في إطار هذه الشروط نرى بأنها تؤدي به إلى أن يكون محفوفاً ومغلفاً وأن الأخلاق جزء منه على وجه الحقيقة ولذلك لما تنظر في الشروط التي وضعها العلماء ويحق لك أن تضع علامة استفهان على هذه الشروط الكثيرة فتقول للفقهاء من أين استقيتم هذه الشروط وتقول لهم في قول أو في سؤال آخر لماذا هذه الشروط فأنت تسأل عن المصدر وتسأل عن الغاية إذا أجبنا عن المصدر فنقول بأن جملة الشروط التي وضعها العلماء هي مستنبطة من دلالات النصوص الشرعية مستنبطة من كتاب الله تعالى ومستنبطة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الأدلة التي يشهد لها القرآن الكريم والسنة بالاعتبار كالعرف مثلاً وهو باب واسع يمكن أن يضع إطاراً للتعاقد ويمكن أن يضع أريحية كبيرة لما يحقق مصالح الناس فإذا سألناهم عن المصدر يقولون من المصدر الأساسي من الوحي الشريف وما يأتي به الوحي الشريف ويشهد له من الأدلة بالاعتبار وإذا سألنا الفقهاء عن الغاية من هذه الشروط يقولون لنا أن الغاية هي أن ندفع الغرر وأن ندفع التنازع وأن ندفع التدليس وأن ندفع الإكراه وأن ندفع الغبن عن العاقدين فكل هذه المنظومة من الشروط تحقق العدالة والعدالة هي خلق قويم قيمة عظمى من قيم الإسلام تحقق ذلك التوازن بين العاقدين بحيث لا ينتقل مال أو ملك من مكان إلى مكان ومن شخص إلى شخص إلا بهذه الاعتبارات القويمة التي تفصح عن الرضا الصحيح للعاقدين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم